أنا أدرك لامسة مواطن أساسية ودي وحدة من سياسات النظام الفايد أنه يحاول دائماً يعني يعمل يعني بسياسة فرق تسد يجري عن نزاعات بين المكونات المجتمعية في أي منطقة أو المناطق يسلح منطقة على حسن منطقة يقرب منطقة ويبعد منطقة أو يقرب قبيلة ويبعد قبيلة وسياسات ذا هذه في النهاية يعني كانت عبارة عن زراعة ألغام ومنلقى أنه النظام البايد في سياساته بعد انهيار نظامه الطبيعي وذهابه إلى مزبلة التاريخ منلقاه أنه حاول استخدام بالتدريد كرود لزعزعة الواقع اتدى بالأزمات الاقتصادية ومشارة الإشاعة والإسارة المجتمعية وبعد ذلك لقى لاستخدام الأدوات الغبلية والعشائرية وتجعل النعرات العنصرية وسط المواظنين هذه إشكالات ما كان أزمة السودان زمان لكن الآن تحولت لأزمات وحتى تلعت من مضمون الغيم السودانية الأصيلة التي هي بقى الدموية السودان عمره كان فيه خلافات فيه سراعات لكن كلها بالصب في مصلحة المجرى السلمي فإبقى أنه التفجير هذا الوراء هو دي ما ذكرت تفضل الدكتورة وراه عناصر المؤتمر الوطني كان يعني التفجير مخطط مدبر لنزاعات استغلت حشاشة الواقع في المنطقة دي الهشاشة اللي هي التهميش الطويل لمنطقة الشرق وبعض مناطق السودان الأخرى أو من ناحية التعليم